ومن الوادي الجديد نروح لشرم الشيخ ومدينة السلام برستعاد لكوب 27 والاستعدادات اللي حصلت دلوقت في شرم الشيخ مع كريم بيبر صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير يا هدير صباح الخير يا مصطفى صباح الخير على جميع مشاهدي صباح الخير يا مصر يمكن خليني كده يعني أقول لكم الصورة الوراية نكون قريبة شوية من صورة الزميل أحمد الأفيوني في الوادي الجديد يمكن النخل موجود وراء دلوقتي وطالع في الصورة موجود في طريق السلام هنا في مدينة شرم الشيخ ده جزء من التوجه اللي بتاخده المحافظة وبتاخده الدولة بشكل عام للتحول للأخضر ودي النقطة الأهم اللي بنبني عليها فكرة الاستعدادات لمؤتمر المناخ كوب 27 كوب 27 هيكون موجود في شهر نوفمبر يمكن الزميل محمود جميل على مدار الأسبوع اللي فات رصد أهم الإنجازات اللي موجودة هنا في مدينة شرم الشيخ خليني دلوقتي أضيف وأقول أكتر عن التطورات اللي حصلت من بعد ما الزميل محمود جميل رصدها خليني نبتدي بفكرة الطرق والكباري اللي بتم تجهزها للاستعدادات لاستقبال الوفود اللي هتكون مشاركة في الكوب 27 في شهر نوفمبر القادم بداية فيه طبعا الميادين الجديدة اللي تم إنشاءها فيه ميادين تم تطورها بشكل عام كمان الشوارع كلها والأرصفة جاري تجهزها وتوضبها علشان تكون تخرج بالصورة اللائقة اللي اتشرف بيها مصر قدام العالم كله وأكتر من ما يقرب من ستين رئيس دولة وملك والعديد وعدد كبير جدا ممكن تصل لمائة أيضا من الوزراء وزراء الخارجية ووزراء البيئة والوزراء المعنيين بشكل عام بيئة تغيرات المناخية هيكونوا موجودين ده بالإضافة طبعا للمختصين في المجال البيئي والتغيرات المناخية وكمان أصحاب الأراء المختلفة هيكونوا موجودين هنا في مدينة شرم الشيخ ليه كنت بتكلم على فكرة النخيل اللي موجود ورايا عشان فكرة أنه تم تطوير الشارع كله وشوارع مدينة شرم الشيخ والزراعة المختلفة عشان التحول لها الأخضر أعمدة الإنارة كلها بيجاري تجديدها كمان ولكن المميزنا اللي عايزين نتكلم عليه مش فكرة التجديد بشكل عام ولكن نوع التجديد في حد ذاته نوع التجديد هو تجديد صديق للبيئة تجديد بيقلل من فكرة الانبعاثات الكربونية ودي نقطة الأهم اللي بنائشها دايما مؤتمرات تغيرات المناخية أو التحديات الخاصة بالتغير المناخية التعامل مع الانبعاثات الكربونية والحد منها إما عن طريق استخدام الأدوات الخاصة بيج الأدوات تكون صديقة للبيئة ومتقديش إلى تلوث الهواء بشكل عام أو تلوث البيئة بشكل عام أو حتى كمان الاستعادات والتوجيهات والإرشادات للناس عشان تقدر تستخدم هي المواد الصديقة للبيئة المواد اللي بتم استخدامها فيه الطرق والميادين وحتى الكباري الجديدة اللي بتعمل أو حتى الزرع اللي موجود كلها مواد صديقة اللي بيقى مواد قليلة جدا أو بتكون فيها الانبعاثات الكربونية قليلة جدا جدا مواد نفسها اللي بتم استخدامها في الأسفلت اللي بتم استخدامها في الكباري لو خدنا نقطة تانية كمان هي فكرة بقى الانتقالات أو النقل الخاص بالوفود اللي هتكون موجودة في مؤتمر المناخ الحقيقة منجرد ما بنوصل مطار شرم الشيخ الدولي فيه طبعا يعني اداعمين لمؤتمر المناخ موجودين بسيارات نقل واتوبيسات مختلفة موجودة زي صديقة للبيئة عشان تنقل الوفود عشان توصل لأماكن الإقامة أو أماكن العمل في مدينة شرم الشيخ دي نبذة يعني بسيطة عما يحدث على أرض مدينة شرم الشيخ يعني مدينة شرم الشيخ بتستعد استعداد كبير وشكرا يا كريم لنقل الصورة من شرم الشيخ كريم بيبرس احنا نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا استعدادات من أول المطار زي ما كريم كان بيحكي للفنادق يعني لاستقبال الضيوف لطريق السلام يعني كل التطوير اللي حصل في الممشى السياحي في شرم الشيخ علشان تستعد مدينة السلام لمؤتمر المناخ في نوفمبر القدر